احتفلت بورصة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتكريم 20 خريجاً من برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة هذا وقد حضر الحفل سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأكد سعادته أن مثل هذه البرامج التدريبية النوعية تساهم في تطوير وعداد القادة التنفيذيين من أعضاء مجالس الإدارة لتولي المهام التنفيذية مستقبلاً الأمر الذي يؤكد التزام بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتطوير معايير حوكمة الشركات وعداد جيل جديد من أعضاء مجلس الإدارات من خلال هذه المبادرة النوعية متمنياً للجميع توفيقه في تحقيق المزيد من الأهداف بهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة رئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن بورصة البحرين التدريب لعضاء مجالس الإدارة يؤكد التزام البورصة بتطوير إمكانيات القيادة والمساهمة في تحقيق التمييز في حوكمة الشركات من جانبه قال الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية إن هذا البرنامج يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رسالة المعهد في تزويد القادة الجدد بالخبرات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية وتطبيق حوكمة سليمة ويتيح هذا البرنامج التدريبي المتخصص الفرصة لإعداد كبار التنفيذيين لتولي المناصب في مجالس الإدارات بما يساهم في تعزيز الحوكمة في الشركات ترجمة نانسي قنقر